ناقشت الجلسة الثالثة على منصة منتدى شباب العالم دور وسائل الإعلام في تعزيز مشاركة الأطفال في العمل المناخي وذلك ضمن فعاليات مؤتمر المناخ قابة 27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ شهدت الجلسة مشاركة العديد من الأطفال من مختلف محافظات مصر للنقاش حول معرفتهم عن التغيرات المناخية ومطالبتهم لوسائل الإعلام بتصليط الضوء عليهم وحضور فعلياتهم ومشاركتهم في ورش العمل الخاصة بهم في القضايا المتعلقة بالمناخ تناول الحضور خلال الحلقة النقاشية دور الإعلام في تعزيز مشاركة الأطفال في العمل المناخي مؤكدين أن الإعلام له دور كبير في تلك القضية السنة دي مشاركين بعدد من الجلسات والفعاليات في البلوزون والجريزون وجلسة النهاردة مركزة الموضوع بتاعها على إيه هو الدور الإعلام المفروض يلعبوا علشان نوصل صوت الأطفال ومطالبهم بما أنهم الفئة الأكثر ضررة من التغيرات المناخية وكمان يصلت الضوء على أن صناع القرار يتبنوا المطالب دي وده الهدف من جلسة النهاردة لأن إحنا مش هنفضل طول الوقت بنتكلم جوا اجتماعات وعلى حملاتنا اللي هي بتعملها منظمات المجتمع المدني المختلفة لأ محتاجين يعني يكون فيه دعم من جهات مختلفة ومن ضمنها طبعا الإعلام بما أنه هو وسيلة هامة جدا لنشر الوعي اللجنة التنظيمية لمنصة ممتدى شباب العالم ودي إحنا عملينها على هامش المؤتمر كوب 27 المنصة دي بتقوم بعمل جلسات متنوعة المحتوى بتاعها لعلاقة بكوب 27 النهاردة إحنا عملين جلسة اسمها دور الإعلام في التغير المناخي وبالتعاون مع المنظمات الدولية فإحنا بنكلم الجلسة دي بالتحديد بالتعاون مع هيئة إنقاذ التفولة وبتتكلم فيها عن دور الإعلام في مواجهة التغير المناخي والمدير الجلسة والسبيكر هما ناس متنوعة من جهات مختلفة لها علاقة بالإعلام وكمان بالإضافة إلى دور الأطفال بالتعاون مع هيئة إنقاذ التفولة الإعلام طبعا ليه دور مهم قوي في نصر التعايل للأطفال الإعلام ممكن إنه يقدر يوصل صوت الأطفال لصنوع القرار وممكن يوصلوا لقادة العالم فدي حاجة مهمة قوي الإعلام ممكن يعملها حاجة تانية الإعلام ممكن يعمل منصات توعية للأطفال بطريقة مبسطة بحيث إن المعلومة توصل لهم بشكل أفضل كنت بحاول أوصل معلومات من خلال المؤتمر بأكبر قادر عشان إحنا ما عندناش الوسيلة إن إحنا نوصل كم من المعلومات كتير من المعلومات اللي عندنا يعني إحنا كنا بنحاول كده نعمل توعية من خلال المؤتمر اشتركوا في القناة